الجهاز السجادة المرشد هذه صورتها أنها جهاز يسمى المرشد يستعان بها على معرفة جهة القبلة وضبط عدد ركعات الصلاة يعني يثبت بسجادة المصلي فيحسب للمصلي عدد ركعاته ويوجهه أيضا للقبلة وحكم هذا الجهاز وهذه السجادة أن استعمال الجهاز المرشد الذي يثبت على سجادة المصلي لتحديد جهة القبلة وعدد ركعاتها في تفصيل نقول استخدامه لضبط جهة القبلة جائز لا بأس أن يستخدم هذه السجادة لضبط جهة القبلة لا بأس بذلك لأن ما كان معينا على معرفة القبلة مطلوب شرعا أما استخدامه لضبط عدد ركعات الصلاة فإنه من التكلف والتعمق في العبادات التي بنيت في الإسلام على اليسر والسهولة كما أن الاعتماد على هذا الجهاز في يعانى على انصراف الذهن عن مقاصد الصلاة وحضور القلب فيها وفي فتح باب العبث في هذا الركن العظيم والشعير الإسلامي الضائر وما كان هذا وسيلة وما كان هذا سبيله فتركه هو الواجب شرعا وبهذا أفتت اللجنة الدائمة الوحوة العلمية في ألبس